مغنية عيماد أسر الجنديين يظهر في عملية التحضير جبران والأجنحة المتكسرة تسعة قضاة يتنحون عن كسارة فتش عن ابن الرئيس لا شك أن تنحي هذا العدد من القضاة في ملف قضائي هو أمر نادر النسبية بتمثلني تتحرك باتجاه مجلس النواب صباح الخير أيام تموذ بحربه وحره وانتصاراته تكشف يوميا عن خبايا جديدة على الرغم من مرور عصر سنوات على العدوان وفي مشاهد لقناة الميادين ظهر الشهيد عيماد مغني عيمادا لعملية أسر الجنديين الإسرائيليين في خلت ورده في عمليات الأسر السياسية يبقى قانون الانتخاب المعتقل الأول وله سيرت تظاهرة من البربير لتستقر بإقامة دائمة في رياض الصلح نجموعة الحراك الشعبي في طلعتها بدنا حاسب نظمت هذه المسيرة التي أكدت أن لا بديل للتمثيل الصحيح ولا سبيل للمحاسبة إلا بالقانون النسبي وأعلنت استمرارها في ساحة رياض الصلح حتى انتهاء جلسات الحوار وإذا كان الرئيس نبيه بري قد سأل عن البديل وانتقد من يرمون العصي أمام طاولة الحوار فإن الأجوبة تأتيه من هنا من حراك يمثل نخبا ورأيا عاما لبنانيا فقد ثقته بالتغيير البديل بإنتاج قانون انتخابي لا يستثني أحدا وليس مفصلا على مقاس الزعامات وفروعها ومتى وضعنا قانونا نسبيا متطورا فإنه سينتج مجلسا نيابيا واسع التمثيل وهذا المجلس سيكون مقر الحوار القانوني لا طاولات ابتدعت للتخدير من ساحة النجم الأولى إلى طاولات بعبدة فساحة النجم ثانيا فعين التيني ومن أرنب إلى أرنب ومن مشروع إلى 17 مشروعا تكدسوا ورحلوا من الهيئة العامة إلى اللجان كبر الرئيس بري حجر القانون حتى لا يرشق به صعب المهمة ورمى عصية الاقتراحات أمام دوليب الجلسة قبل أن يكلف اللجان عملا ليس في وسعها في مشاهدة جديدة عرضت قناة الميادين صورا لعملية أسر الجنديين الإسرائيليين وقد بدأ شهيد عماد مغني قائدا يشرف على التحضيرات شهدت وضع القائد العسكري لحزب الله عماد مغني لمساته الأخيرة على منظومة صواريخ حزب الله وعملية أسر قادمة لا محال هذا جاهز على هدفه هذا هذا جاهز على هدفه طيلة تلك الأشهر عاينت المقاومة نقاطا عدة على امتداد الحدود مع فلسطين المحتلة واقع الخيار في النهاية على منطقة خلت وردي تحديدا نقطة التبليغ 105 وهي نقطة ضعف عملياتي بالنسبة لإسرائيل قام قائد العملية خالد بزي الحاج قاسم بالاقتراب من السياج وأخذ المقاسات تمهيدا للمناورات قامت المقاومة باستحداث سياج بمقاسات مطابقة لمقاسات السياج الحدودي تولى الحاج قاسم شرح العملية المناورة الختمية كانت بحضورها القائد العسكري العام لحزب الله عماد مغني موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الانتخابات الرائدة تعطي اهمية وقيمة لكل صوت في التيار وتشكل الطريق الصحيح للتغيير لمن يريده واتابعون لطالما اعتبرتمون ضمانتكم واليوم اقول لكم ان المؤسسة التي تعبن كثيرا من اجل قيامها بنظامها الديمقراطي ستكون الضمان للجميع لان الديمقراطية تحدد مبادئ التعاطي بين الجميع وباحترامها يضمن الجميع وفاقهم واستمرارهم هي امانة بين ايديكم فحافظوا عليها فصل كوادر من التيار الوطني الحر تغيير بعيد عن الاصلاح والقرار قد يشمل نوابا في التيار البرتقالي من علامة الصح التي اتخذها التيار الوطني الحر شعارا له الى جانب اسم التغيير والاصلاح يبدو ان الحملة بدأت داخل التيار نفسه بعد اكثر من عقد من الزمن من دخوله السلطة وسياسة المحاصصة التي كان يعرضها دائما الا ان قرار المحكمة الحزبية طرد اربعة من ابرز الناشطين يبدو للبعض انه تغيير حقيقي لكنه بعيد عن الاصلاح نحن عم نقول انه اذا كان شحتنا من الطيار بجاء بعود تسويب الامور فنحن معنا اشكالية وانما غير ذلك نحن جزء لا يتجزء من هذا الطيار واعضاء بهذا الطيار لهكي كنا عم جارب نحارب من جوا بكل ما قطينا من قوة من اجل تصحيح الامور وانما يبدو تخذ القرار بفصلنا ربما تاي سكتوا البقين او ربما في اعوي جيش ما بدو يصحح يعني فعليا ممكن هذا القرار يأدئ لتداعيات نشوف انقسامات داخل الطيار انا اقول لك مش نحن 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 دعي هذا الموضوع اذا استمرت القيادة الحالية على هذا النهج ان شاء الله يضال في عنا الطيار لجنة الاعلام في الطيار الوطني الحر اكدت في بيان لها ان المجلس التحكمي اصدر اربعة قرارات قضت بفصل كل من نعيم عون وزياد عبس وانطوان اسر الله وبول ابي حيدر من الطيار لثبوت ارتكابهم بشكل علني وفاضح مخالفات متكررة تتناقض وابسط قواعد الانضباط الحزبي على الرغم من التنبيهات وقالت اللجنة ان التيار ينبه الملتزمين كافة من التداول بالشؤون الحزبية الداخلية على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية التيار البرتقالي يشهد ايضا صراعا على مواقع نيابية اذ يشهد يوم الاحد انتخابات تمهيدية داخلية كمرحلة اولى من الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل وفي غمرة هذه الاستحقاقات وردت اسماء بعض النواب الذين قد يشملهم قرار الفصل او تحجيم لمواقعهم قد هلأني ما حدا بلغني شي سمعت انه محاوليني محكمة وتحكمية وعلينا فصلت يعني في بعض الناس بدي اقولك الهامشيين انا بعتبون في بعض الناس الهامشيين اليوم يمكن بالنسبة لقالهم هذا حلمهم انه نبيل القولى يبطل في الطيار هل يمكن اليوم يعني فيه تصفية حسابات بعض الانتخابات البلدية فيه قرار مركزي انه النائب والوزير في بلده كلمة الفصل له يعني نقطع السطر حاجهم بقى اليوم بعض الطفيليين وبعض المشعوزين يعني بالسياسة بدون يحطوا انه نبيل القولى اشتغل ضد الطيار هل هناك محاولة لشخصا نتقى الطيار؟ لك بعطيت الطيار منه شخص الطيار فكر مشان هيك بقلك انه كل شخص فينا حامل هالفكر هيدا كل شخص فينا بيعتبر حاله انه هو فكر مشال هون مشان هيك صعب كتير انك تختصره بشخص صراع الاجنحة داخل الطيار بدأ يظهر الى العلن مع الانتخابات البلدية وعد المعترضين من ابناء هذا التنظيم فان القابل من الايام سيحمل عددا من المفاجآت التي لن تكون في مصلحة القيادة الحزبية في حين تؤكد عصاة القيادة الحزبية ان المجلس التحكمي مستقل وان احدا لم يتدخل في قراراته باسل العريض قناة الجديد مئة ناشطين المدنيين يتظاهرون في ساحة رياض الصلح مطالبين بقانون انتخابي على اساس نسبي لبى مئات الناشطين المدنيين دعوة حملة بدن حاسب ومجموعات الحراك الشعبي الى التظاهر من اجل تطبيق قانون نسبية في الانتخابات النيابية ويسقط قانون السكين وتسقط الطائفية من البربير باتجاه ساحة رياض الصلح هتف الناشطون الى جانب شخصيات سياسية وفاعليات بصوت واحد وموحد النسبية تمثلني لهذا بداية التحرك تأمل انه هذا يكبر ويقدر يفرض خلال الفترة القصيرة اللي قدامنا انه يصير فيه تمثيل فعلي بهالبلد وانه يرجع عنا دولي مثل العالم لانه الحال اللي وصلين له اني ما بده كتير شرح يعني بهدلي عن هيك ما بيصير وانهيار كامل الحراك تقوص عليه وانصاب بس ممت ارجع عام وعاش وبلش بعدين ما تطلق انتي بالمجموعات اللي شايفتين بس في كتير ناس بعد ما قدروا بصلوا وفي كتير ناس قاعدين ببيوتهم وبأيدوا هالحراك ما فينا غير نضغط ما رح نستسلم كل يوم وكل شهر وكل مناسبة وانون النسبية هو الحل ما في حل تاني دون قيطة في لبنان دائرة واحدة هيدا هو العنون اللي بيمشي قررنا نقوم بتحرك جديد واسلوب جديد من نوعه هي خلق سابقة بالاختراح الشعبية كون نعتبر انه المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الباقية هي الشعب من الساحة نفسها رفع الناشطون الصوت مؤكدين ان قانون النسبية هو خشبة خلاص لبنان فقد جئنا اليوم مطالبين بقانون انتخاب عصري على قاعدة النسبية الكاملة قانون يعتمد المواطنة مقياسا قانون يتضمن سلة الإصلاحات اللازمة لضمان زحة التمثيل وقضية العسكريين المخطفين لم تغب عنهم من كل الشعب اللبناني اكيد انه ضمير وشرف انا بعرف بعد فيه فئة كبيرة من هذا الشعب عنده كرامي وضمير انه تحضر وضعف معنا لحتى يكون فيه الى فضل باعادة تحريك ملف واعادتهم الى المكان الطبيعي تبعهم اللي هو مؤسسة وبلدهم وحضن امهاتهم واطفالهم واباهم وبيوتهم وفي مشهد متكرر نصب المتظاهرون الخيامة في ساحة رياض الصلح على امل تحقيق مطلبهم دعوة قضائية بين الرئيس بلدية كفر رمان السابق ورجل اعمال وكلاهما موال لحركة امل ادت الى تنحي تسعة قضاط في قصر عدل النبطي الجديد يكشف القطبة المخفية وراء الضغط السياسي في القضية وارتباط اسم نجل الرئيس نبيه بري في تحقيق من جزئين لهادي الامين تقع هذه الكسارة في بلدة عرب صليم وتعود ملكيتها الى رئيس بلدية كفر رمان السابق كمال غبريس ممثلا في ابنته غدير وشريكه حسين اخضر وبعد خلاف بين الشركين رفع اخضر دعوى تزوير على غبريس ما ادى الى توقيف صهره حيدر نور الدين وشخص اخر بتهمة تزوير اتفاقية سماح بين اربعة اشخاص علما ان الطرفين المتنازعين في الدعوة محسوبان على حركة امل انا في شراكة انا وشخص تحت بالكسارة شراكة انا وشخص هو بيملك جزء معين وانا بيملك جزء معين جوزة توقف بـ 25-8-2015 شريكة بهذا العقارات وبهذا الكسارة وبهذا الوحدية غدير وحسين اخضر هذا الزلمة عمل هالقضية كيدية بالتنصيق مع بعض الناس وبالاتفاق مع بعض الناس اللافت في الموضوع ان تسعة قضاة في قصر عدل النبطي تنحوا يوم ذاك عن القضية مع انها مجرد دعوة تزوير كل ما بيعاينه واحد بيتنحى التاني ولا يعاينه التاني بده 15 يوم طبعا حدد القانون الحالات التي يتوجب على القاضي ان يتنحى فيها عن النظر في ملف معين خارج هذه الحالات هناك حالة اشارت لها القانون بحيث منح القاضي حق التنحي عن اي ملف اذا استشعر الحرج في النظر في هذا الملف لا شك ان تنحي هذا العدد من القضاة في ملف قضائي هو امر نادر الحصول كل ما يجري قضائيا يوحي بوجود قطبة مخفية في الملف وكان غابريس في اثناء مقابلتنا معه قد توعد بكشف المستور الا ان احالة الملف الى بيروت ادى الى تخلية سبيل صهره حيدر نور الدين سأطلع على التلفزيون وعلى الاعلام وعلى وسائل الاعلام بالايام القادمة وسأحكي تفاصيل عديدة بالوراق وبالمستندات وبالتسجيل الصوتي وبالادلة الدامغة كل واحد يمشارك بهذه القضية واداش شرقته فيها واداش حجم تعطيب بهذا الملعب في اسماء كبيرة في اسماء كبيرة نعم عند البحث في ملفات القضية تبين ان اصل الترخيص يعود الى علي ناصر وهو شريك غابريس الاول الا ان خلافا حصل بين الشريكين ادى الى انسحاب ناصر والجديد حصلت على تشكات مدفوعة الى ناصر من ابنتي غابريس يتحدث ماصر عن قرابته ايكس ويرى ان غابريس قد سرقه غدا من هو ايكس قريب وعلي ناصر وما قصة الابتزاز التي تعرض لها غابريس انا حسيته انه هو مش كتير ملتاح للنتيجة بحد ذات بس حسيت انه فيه شي وراء حسين في عيد الجيش الواحد والسبعين عين المؤسسة العسكرية ساهرة على امن الوطن كما في العامين الماضيين يمر العيد الحادي والسبعون للجيش باهتا على ثكنة شكر غانم في الفياضية من دون احتفالات ومن غير عروض عسكرية ولا تقليد سيوف للضباط الخريجين بسبب الفراغ الساكن في قصر بعبدة وتعويضا عن هذه المشهدية وجهت قيادة الجيش رسالة تطمين الى اللبنانيين مفادها ان عين المؤسسة العسكرية ساهرة على امن الوطن والمواطن وان محاربة الارهاب قرار استراتيجي لها فكان هذا عهد الجيش ووعده لكل مواطن وقد تمثل في لوحات اعلانية ضخمة ملأت الشوارع والمناطق اللبنانية وترجمت الرسالة وبلورتها شركة فنومانا وقدمتها بصيغة 24 على 24 10452 فيه رسالة انه الجيش اليوم موجود بكل على كامل الارض اللبنانية عم بيقوم بمهامه يعني 24 ساعة على 24 ساعة والفكرة انه انطمن الناس انه في عندهم المؤسسة يعني حدهم فالقيت اذا منخلق فورمولي اللي هي 24 على 24 على 10452 هي بتقول كل شيء في شيء ابعد من هيك بعد لقدم نحن رح نضلنا سواء 24 على 24 لنحارب الارهاب بكل اطره شرف تضحية 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 وفاء كلنا للوطن الجامع المشترك وغيرها شعارات اطلقها الجيش في السنوات الماضية خاطب فيها اللبنانيين بشكل مباشر على اختلاف مشاربهم السياسية والطائفية شو الجيش بالنسبة لك؟ بالنسبة للي انا كلبناني الجيش بيمثل حماية امن واستقرار الجانس الجيش هو كل شيء حصاني والضماني وكل شيء ما في جيش ما في لبنان يختلط العيد بالألم هذا العام ايضا فتسعة من جنودنا لا يزالون مجهولي المصير في قبدة الارهاب ولا ننسى الشهداء الذين يسقطون ببزاتهم العسكرية دفاعا عن لبناننا العظيم رسالة الجيش الى اللبنانيين واضحة نحن معكم 24 على 24 على كامل 10452 كم مربع لن نهدأ لن نستكين في مواجهة الارهاب وفي حفظ الامن في لبنان فتحية وفاء الى اهل الشرف والتضحية والوفاء دارين دعبوس قناة الجديد بعد الفاصل ملونات على المحليات اهلا بكم من جديد اخطروا الملونات والمحليات الغذائية مسموح بها في لبنان والمستهلك هو الضحية او 129 او 110 وغيرها ارقام يجدها المستهلك ضمن المكونات التي يتألف منها المنتج الغذائي مثال الشوكولات والعلكة والعصير وغيرها وهي ارقام تدل على الملونات او المحليات المضافة الى غذائنا والتي يتناولها الصغار قبل الكبار ولكن هل يعرف المستهلك اللبناني ما هذه الارقام الوان الشركة تعولوا لا انا مش شايفهم ايه صغار كتير ماني شايفهم لا اعرف من شو مكونين ما عنا معرفة بالارقام هاي دولي شو بيعنوا الواحد ما حيفهم شي حتى 120 و150 طيب شو هني هاو هو ما عرفش نحش هيعملونا بالعلكة او بالشوكولات او باية شي انو هاو منشتروا ناكل نحنا انها الوان صناعية ومحليات فحصت في المختبرات العالمية واجريت عليها دراسات اجمعت كلها على خطر بعض هذه الملونات وارتباطها بعدد من الامراض منها الربو والحساسية والسرطانات خصوصا عند الاطفال كما اصدرت منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع منظمة الاغذية الزراعية الدولية وهيئات المواصفات والمقاييس في كثير من دول العالم نشرات علمية حذرت فيها المستهلكين من الملونات الخطرة ومنعت دول كثيرة استخدام هذه المواد في سوقها الاستهلاكية ولكن اين لبنان من هذه الدراسات فاخطر انواع الملونات والمحليات منتشرة في السوق اللبنانية يعني منقول لي كثرة الامراض بوجود هذه المضافات اللي عم تفوت على البلد بلا حسيب وبرائيم اكيد بدأ تكتر الامراض فالمواد المضافة وخصوصا انه بتتوجه للسلع اللي هي اكتر استهلاك انا عم نحكي عن السكاكر او عن السلع اللي تستهلك للاطفال وهيدي مدى خطورتها ان احنا بتوصل لعننا المعلومة مأخرة يعني في بعض المواد اللي منعت بالدول الاوروبية والامريكية وللأسف عم نشوفها نحنا بأسواقنا ما عنا دراسات ما عنا مرائبة ما عنا تشريعات يعني لحب تلاقي نفس المنتج برا في نوع من المضافات بيختلف عن النوع اللي موجود باللبنان وبالتالي صارت السلع عنا باللبنان تشكل خطر على المستهلك لأن مصر في تحديث للوائح المسموحة والغير مسموحة باستهلكها او باستعمالها فالمستهلك بخطر محليات وملونات تسرح وتمرح في اجسادنا تصبغها بشتى انواع المرض وكلها مسموحة في لبنان فاين حملة سلامة الغذاء من هذه القضية ليالبو موسى قناة الجديد بلدة صغرت تشهد حركة نزوح سنوية وتخلو من سكانها فما الحكاية شوارع صغرت شبه خالية حركة السكان شبه معدومة حتى المحال التجارية فرغ معظمها من أصحابه وزبائنه إلا أن منزل الكاهن المحارب يوسف بيك كرم الذي تحول إلى متحف أثري يقبع في شارع تراثي بحراسة صغرتوية أصيلة وقت اللي جيت لحكم الأتروك على الشعب الظلم صوري حير بالأتروك من منطق المنطق باللبنان تقوم من هون احتفلت صغرت بعيدها الخمسمائة وكانت مثال الشيخ اسكندر هدية لأهلها إذ يقالوا إنه هو من حصل من العثمانيين على هذه البقعة من أرض الشمال وأعطاها للإهدنيين ومنذ ذلك الحين باتت صغرت وأهدن عبارة عن بلدتين في بلدة واحدة يفصل بينهما نحو 26 كيلومترا إذا كانت صغرتا تفرغ من سكانها في فصل الصيف فذلك بسبب نزوحهم الإختياري إلى جنة إهدن هنا في ساحة الميدان في إهدن يجتمع الصغرتويون تاركين لهيب حر الصيف في صغرتا وحتى في بلاد المهجر من وقت ما تركت لبنان غيابت عشر سنين صرت كل سنة برجع بس تنصيف بإهدن منشوفها الطبيعة الحلوة وبنذكرنا بجدودنا وشو حظنا كبير وإن شاء الله يتركوننا لبنان تنضل نرجع بتحسي شو ما عملتي للضيف وين ما أخذتي على مطعم بعدين بلكشر بقهوة على الميدان وكأن سالون إهدن يعني هو الميدان نطلع ومننزل على صغرتا على شغلنا ومنرجع منسرب لون يعني هن الديعتان بيكملوا بعضوني الأساس كانت أهدن من خمس ميت سنين صار في صغرتا صاروا أهدن يشتوا في صغرتا بيطلعوا وينتقلوا كلنا صوار هاي ظاهرة فيها فرادة يعني بكل لبنان ما في شي مشابه شعب بيكملوا يعني بيترك صغرتا وبيطلع على أهدن والعكس مع مقدم الخريف وبداية الموسم دراسي وجامعة تنظيميا بلدة واحدة تضم البلدتين فصغرتا تنزح بما فيها من كنائس ومحال وبيوت إلى أهدن بس بعد البلدية كجهاز إداري بتبقى بصغرتا يعني عندنا أرضين جغرافية منفصلين إنما بلدية واحدة جهاز بلدي واحد الناس ما فينا ندفعهم الدوبل لأنه بدنا نخذ بالاعتبار كمان الإمكانيات وبالتالي الميزانية شوي ضعيفة على أن تخدم البلدتين وإذا كان منزل يوسف كرم يبقى وحيدا في صغرتا فأهدن التي تضم أول كنيسة مارونية في الشرق والعالم ترد له الجميل عبر الاحتفاظ بجسمانه وصونه هو الذي لم يستطع الموت النيل منه من أهدن جوال الحاج موسى قناة الجديد أحمد الحريري يدعو إلى فتح صفحة جديدة وتوحيد الكلمة طلاب عكار يطالبون بفرع للجامعة اللبنانية في المحافظة وأخبار إضافية في بانوراما محلية لعنان زلزلي من البقاع وفي لقاء تكريمي على شرفه أعلن الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري مدى اليد إلى الأفريقاء جميعا أن يدنا ممدودة للجميع لكل من يريد أن يضع يده بيدنا وعينه على فتح صفحة جديدة وأن ما نحرص عليه هو البناء على ما تم إنجازه من خطوات متقدمة تسجل لنا ولغيرنا رفضا للظلم المتعمد وتهميش حقوق أبناء عكار نفذ عشرات شبانة سمر رمزيا أمام مبنى شعبة العلوم في حلبة للمطالبة بإنشاء فرعا للجامعة اللبنانية في المنطقة واستنكر المعتصمون إسرار رئاسة الجامعة اللبنانية على تهميش عشرة ألاف طالب من أبناء محافظة عكار وحرمانهم من حقهم بوجود فرعا للجامعة فيها واصل الطلاب الذين أنهوا المرحلة الدراسية الثانوية أمام وزارة التربية اعتصامهم للمطالبة بحقوقهم في التقدم للكلية الحربية والوظائف العامة في الدولة بناء على الإفادات التي أعطيت لهم بدلا من الشهادات الرسمية إلى المستشفى نقل ربيع الصيغ المياوم في مؤسسة كهرباء لبنان والمضرب عن الطعام منذ خمسة أيام وستضامن زملائه الذين أصروا على تصعيد تحركهم حتى نيل مطالبهم ليس مادنع باللي عملته ولكن في هذا البلد لأنه ما في شيء عم بوصل عم بوصل يعني واجعنا للأرساسيين يمكن يمكن كنا كل مرة نسكر ونحرق أدواليب ولا مرة يمكن نسمع على تيجي مرضي أنه بركب بهذه الطريقة لك أكيد نحن نفسي مش راضي عليها أنه بركب يوصل صوتنا بركب يوصل صوتنا واجعنا للناس من عملا الزعمة وشوفوا نحن أولا حقنا وبيعقونا إياه قطع عناصر الدفاع المدني الطريق الدولي عند بلدة دورس مدخل مدينة بعلبك الجنوبي خلال عتصام السلمي تضامنا مع زملائهم الذين شهدوا خيمة عتصام في صاحة الشهداء للمطالبة بتثبيتهم وأعلنوا عن خطوات تصعيدية لاحظة أطلق محافظ بعلبك ليرم البشير خضر حملة لإزالة اللافتات والشعرات الحزبية والدينية من على الطريق الدولية بين مدينة بعلبك وبلدة رياق نحن بدنا بعلبك منطقة نموزجية والأمور ببلش من أصغر إجراء إلى أكبر إجراء شهد الضفاف ونهر العاصي إطلاق مشروع حماية النهر من أجل بيئة نظيفة ومياه نظيفة واسياحة رائدة وتألفت لجنة حماية النهر من التلوث ورفعت تعديات عنه من النائبين نوار الساحلي وعلي المقداد والوزير حسين الحاج حسن ومحافظ بعلبك بشير خضر والتحاد البلديات وقائم مقام الهرمل أقام مركز الرعاية الصحية الأولية لمترانية الروم الكاثوليك يوما صحيا مجانيا لأهالي القاعة بإشراف رئيس المركز الأب إليان نصر الله ودكتور إليبيتار وأطباء المركز تخلى له بحوصات مخبارية وقلب وحنجرة وصحة عامة وغدد وسكر وأطفال وأسنان وتوزيع أدية مجانا تركيا لا تزال تجتذب السياحة اللبنانيين على الرغم من التطورات الأخيرة طالما جذبت تركيا السياحة من أنحاء العالم وعلى الرغم من التطورات الأخيرة بقيت الخيار الأول لكثير من اللبنانيين حتى في خلال محاولة الانقلاب الفاشلة بس أكثرة العالم طلعيت وتين نهار نهار الأحد كمان أطلعنا وبعدنا حديث هلأ طيارات كلها ماشي بجدول معين نحن عنا فوق 30 طيارة بالأسبوع بس بيطلعوا على تركيا بمطار دالمان ومطار أنتاليا ومطار بودروم الطيارات ما وقفت بالعكس بعدنا لنهار عالم اللي كانوا هونيكي ما أتشوا الفاكنس ورجعوا لا أكملوا الفاكنس تبايتون وكانوا عم تمنونوا أنه ما في شيء أبدا لأنا بحب أذكر أنه هول المناطي بعاد عن إسطنبول وعن أنكرة مثل ما لبنان بعيد عنهم ساعة ونصف الطيارة يعني كتير بعيد وهالمناطي آمنة جدا يعني مشان هيك نحن عم نشجع الكل يجعي يطلع على تركيا فضلا عن قربها ينجذب اللبنانيون إلى تلك البلاد بفضل سهولة السفر إليها والعروض المغرية هلا أكيد نحن عنا مناطي قبل ما يصير هالشي بتركيا كنا عاملين عليها أسعار كتير مدروسة وأسعار رخيصة للعيال لسه بعدنا مشين فيهم وبعدنا عم ننزلهم بس بحب أذكر أن نحن بماطقة فتحية عنا شقة مفروشة وعننا الفيلا التي بقولنا عنا سعر ابتداء من 495 دولار على الشخص الواحد بيشمل سبع ليالي مع تيكة تيارة روحة ورجعة مع دريبة المطار هذا السعر كتير عم يشجع العالم يطلعوا ويجربوا الشقة ويجربوا الفيلايات اللي عنا ايه هون أكيد في عنا كتير منتجعات سياحية الأوتالات تبعونا إذن كانت ولا تزال تركيا وشواطئها الساحرة متنفسا لكثير من اللبنانيين من فئات وأعمار مختلفة خصوصا بعدما باتت السياحة في الدول العربية المحيطة شبه مستحيلة بعد الفاصل سعدات ينضم إلى الأمعاء الخاوية إلى أخبارنا الإقليمية حجب البرلمان التونسي الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد وذلك بعد مواجهة استمرت أسابيع مع الرئاسة ودعا الرئيس الباجي قائد السبسي إلى تأليف حكومة وحدة جديدة للتغلب على الانقسامات السياسية في الاتلاف الحاكم المؤلف من أربعة أحزاب إلى الاستجابة بصورة أسرع للتحديات الاقتصادية والأمنية المعابر الإنسانية في حلب تستقبل النازحين والمسلحين المستسلمين والاستخبارات الأمريكية تعرب عن تشاؤمها حول مستقبل السورية بعد يوم على إعلان فتحها في مدينة حلب بالتنصيق مع القوات السورية والروسية شهدت المعابر الإنسانية حركة نزوح مدنية وعسكرية حيث أحصى مركز حميميم لتنصيق المصالحة بين أطراف النزاع في سوريا خروج 169 مدنيا واستسلام 69 مسلحا مستفيدين من العفو التي أطلقه الرئيس بشار الأسد وأعلن المركز أنه فتح بالتعاون مع المؤسسات الحكومية في سوريا ثلاثة معابر إنسانية لخروج المدنيين المحاصرين في مدينة حلب جرى تجهيزها لتقديم المساعدة الطبية الأولية ووجبات الطعام الساخنة ولفت المركز إلى أن العمل جاري لفتح أربعة ممارات إنسانية أخرى في المدينة التي تشهد منذ صيف عام 2012 معارك متواصلة بالتزامن انطلقت ورش الصيانة في المدينة التي بدأ بتمشيط الطرقات وتنظيفها وفتحها أمام السكان وتوفير الخدمات للأحياء التي حررها الجيش السوري إلى أهالي أحياء حلب الشرقية بعد فتح معبر صلاح الدين لعبورهم إلى مناطق سيطرته ميدانياً سادف الجيش السوري ومجاهده المقاومة بصروخ الموجه منزلاً تحصنت فيه مجموعة من المسلحين في منطقة خلصة في ريف حلب الجنوبي ما أسفر عن مقتل وجرح أفرادها بينهم مسؤول المجموعة سياسياً أعلن الرئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينهن أنه بغير متفائل بشأن مستقبل سوريا وأضاف في منتدى إسبين الأمني السنوي لا أعرف ما إذا كان يمكن أو لا يمكن عودة سوريا موحدة مرة أخرى وتعد تصريحات برينهن اعترافاً علنياً نادراً من قبل مسؤول أمريكي كبير مفاده أن سوريا ربما لا تبقى على وضعها الحالي بعد حرب أهلية بدأت قبل خمس سنوات أحمد سعدات يعلن الإضراب المفتوح عن الطعام تضامناً مع المعتقل الفلسطيني بلال كايد بعد مرور خمسة وأربعين يوماً على إضراب الأسير بلال كايد عن الطعام انضم إليه الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات معلناً من سجنه الإضراب المفتوح عن الطعام دعماً وإسناداً له ويعد قرار سعدات ترجمة للبرنامج الاحتجاجي التدريجي الذي قررته منظمة فرع الجبهة في سجون الاحتلال وقد يعني أن الوضع الصحي لكايد في تدهور خطر أما الهدف من وراء هذه الخطوة فهو توسيع المعركة في السجون وتعزيز الضغط على مصلحة السجون واستخبارات الاحتلال من أجل الإفراج عن كايد سريعاً وكان مسؤول لجنة الأسرة في الجبهة علام كعبي قد دعا الشعب الفلسطيني وأحرار العالم إلى استقبال خطوة الأمين العام بتصعيد الفعاليات المساندة للأسرة من خلال الاشتباك المفتوح مع الاحتلال على الحواجز العسكرية والاعتصامات في المدن والقرى وعلى أبواب مباني السفرات الإسرائيلية في العالم والمؤسسات الدولية يذكر أنه جرى اختيار أحمد سعدات أميناً عاماً للجبهة الشعبية بعد اختيال زعيمها أبو علي مصطفى على يد إسرائيل وظهر في أول خطاب له بعد توليه الأمانة العامة معلناً مبدأ الجبهة الشعبية وهو العين بالعين والسن بالسن والرأس بالرأس وقد اختطفته استخبارات السلطة الفلسطينية واحتجزته في مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إلى أن حاصرت القوات الإسرائيلية المقر مطالبة بتسليمها سعدات وأربعة من رفاقه تتهمهم بالوقوف وراء اختيال وزير السياحة الإسرائيلية آنذاك جدل في مصر حول قرار الحكومة توحيد خطبة الجمعة وعلماء الأزهر يرون فيه تجميداً للخطاب الديني تقرير منعشماوي بعد أسبوعين من بدء تطبيق توحيد خطبة الجمعة في كافة المساجد المصرية بأوامر من وزارة الأوقاف تأتي هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ترفض بالإجماع الخطبة المكتوبة معتبرة هذه الخطوة تجميداً للخطاب الديني في الوقت الذي يحتاج فيه الأئمة إلى تدريب جاد وتثقيف حتى يستطيع مواجهة الأفكار المتطرفة والشازة من جهة أخرى تأتي خطبة الجمعة اليوم من مسجد السيدة نفيسة لتضرب برفض هيئة العلماء عرض الحائط يقف فيها خطيب المسجد يطلو خطبته من ورقة يحض فيها السامعين على النظافة والطهارة وكيفيتهما في الإسلام ليختلف المشهد في مدى استجابة خطباء المساجد إلى قراءة الخطبة المكتوبة الموحدة فالخطبة الموحدة ما هي إلا إسطنبا أي إنسان يقولها الجوامع كلها على المسجد السيدة والجمهورية خطبة واحدة إيه لا أنا أستفيده سواء سمعت خطبة في التلفزيون أو خطبة في البيت أحنا مش عاوزين نرف في البلد أحنا عاوزين نعيش في سلام أهم حاجة نعيش في سلام وأهم حاجة للخطيب يدل بكلامه الصحيح للناس لا أبداً مش معاهوه مش للدهة ولا حاجة يعني هي عادي وهو وهو كل عادي يقولها بطريقته برضه في الآونة الأخيرة خرجت اتهامات تطال المساجد ببثها أفكار متطرفة وهابية سلفية اتهام مباشر لبعض الشيوخ الذين يستغلون المنابر في إلقاء خطب ودروس تحد الشباب على الكراهية والعنف لا سيما تلك المساجد الصغيرة في النجوع والقرى والحارات المصرية الأمر الذي أدى إلى إصدار قرار منذ سنتين بأن تقضع كل المساجد إلى رقابة الأزهر وأن يتم تعيين الشيوخ وخطباء يتبعون المشيخ الأزهرية إلا أن الاتهامات بالتطرف قد طالت بعض شيوخ الأزهر أيضاً الذين ما زالوا يوافقون على وجود داعش وغيرها من الحركات والتيارات المتطرفة دي فتنة وبدعة منكرة مخالفة للشاريع ومخالفة للدستور لأن الشعب المصري أو المجتمع المصري بدون تحيز غير الأنظمة اللي في الخليج أو اللي في أفريقيا أنظمة في الخليج هي لها نظم سياسية تخصهم يريدون تحجيم أو ربط أو أسر الخطيب في ورقة بأفكار غيره مجرد قارئ نشرة أخبار هذا لا يصلح في مصر طبيعة الحالة هذه الفتنة لابد أن نتصدى لها لأن أنا أعلم التدعيات هي تكميم أفوال لأكثر وأقل هي قتل الإبداع هي تجميد للخطاب التدري إدفاء موضوع واحد على خطب الجمعة يجده الكثيرون التسييز غير مباشر وإغفال لأحداث الواقع الهامة ويراه آخرون ابتعاد عن السياسة ومناوئة الحاكم وتغفل الأغلبية في تفكيرها السطحي أن التطرف والإرهاب بات انتشاره سهلا في منابر الواقع الافتراضي التي لا تحتاج إلى إذن أو رخصة لا تزال الكثير من المساجد الصغيرة لا تطبق الخطبة الموحدة في الوقت الذي يحتاج فيه تجديد القطاب الديني إلى كثير من التعقل والحرية المسؤولة والمؤخى بين البشر والعودة للإنسانية منعشماوية الجديد من القاهرة وإلى عنوين صحف اليوم الأحد 31 تموز البداية مع الديار المنطقة عند مفترقات غامضة وضياع أمريكي بين تركيا وسوريا عشية الحوار انفجار سياسي أو انفجار اجتماعي مدير السياي لا نستبعد تقسيم السوريا وطهران ترد وحدتها خط أحمر موسكو لا عملية عسكرية في حلب وعائلات غادرت مناطق المسلحين مقتل ثلاثة في إطلاق نار في ولاية واشنطن الأمريكية البرلمان العراقي أقر حضر البعث ومقتل مساعد البغدادي بدأ تحرير جزيرة الخالدية وصدر منع التظاهرات لثلاثين يوما ومن الديار ننتقل إلى صحيفة المستقبل محمد المشنوق يرد على نصر الله يعطلون انتخاب الرئيس ويتهمون الحكومة بالتقصير جديد خلوة الحوار الموازنة وفي صورة المستقبل رملك دهب في تحية إلى الجيش اللبناني الرئيس كلينتون ستعمل على الإطاحة طيب الأسد ننتقل إلى صحيفة الحياة وفي عنوينها اليوم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان المجلس السياسي ولد الشيخ يقترح تمديد مشاورات اليمن أسبوعا خادم الحرمين والعاهل المغربي يبحثان القضايا المشتركة طهران تعتبر بقاء الأسد خطا أحمر وواشنطن ترى أن سيطرته على كل سوريا خيال علمي المعارضة تطالب بإشراف دولي على معابر المدنيين في حلب وإلى الشرق الأوسط واشنطن وموسكو تسعيان لتحديد بانك أهداف مشترك المحاصرون في حلب بين فكي ممرات الموت والجوع الملك سلمان يستقبل العاهل المغربي في تنجا القوات السعودية تدك معاقل الحسيين بعد محاولتهم التسلل إلى أراضيها مساعي اللحظات الأخيرة تمدد المشاورات اليمنية أسبوعا آخر كان في علاوين المشرة مغنية عماد وأسر الجنديين يضغروا في عملية التحضير جبران والأجنحة المتكسرة إن شاء الله يضغل في عنا طيار تسعة قضاط يتنحون عن كسارة فتش عن ابن الرئيس لا شك أن تنحي هذا العدد من القضاء في ملف قضائي هو أمر نادر النسبية بتمثلني تتحرك باتجاه مجلس النواب ختم النشرة لمزيد من الأخبار ولكل جديد تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وأيضا عبر صفحتنا على فيسبوك الجديد أونلاين وعبر حسابنا على تويتر الجديد نيوز أعود وألقاكم في مجاز العاشرة ونصف ترجمة نانسي قنقر